اهلا بحضرتكم معنا لقاء متجدد مع من القاهرة ومتابعات وتحليلات بتتوصل مع حضرتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهرة بإذن الله وإن كان كتير من حادثنا النهاردة في وقفاتنا الحوارية الوحيدة على مدار متابعة حضرتكم معنا في البرنامج النهاردة هتكون منصبة على المستقبل القريب للقاضية الفلسطينية بالتأكيد على ضوء الحراك النزبي الحاصل في الفترة الأخيرة اللي ربما يؤشر إيجابا بقرب التوصل إلى المصالحة الفلسطينية كما ينبغي أن تكون واللي بتأكيد دي واحدة من أحجار العثرة الأساسية أمام تحقيق الحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويعني كما عهدنا دوما الدور المصري الحاضن للحوار بين الفصائل الفلسطينية لكن للأسف يعني ما كانش يتوج بالنجاح الكامل نظرا لشبحنا القسام اللي دوما ما يلاحق حدوث تقدم ملموس في هذا الملف يؤمل أن هذه المرة لا تلحق بسابقتها وأن يكون بالفعل فيه ثمار مرجوة للدور المصري الرائد لرعاية هذا الملف على مدار عقود من الزمان العنوان الأساسي التحرك المصري والفلسطيني لتوحيد الجبهة الفلسطينية كثير من الأدوات كثير من المعطيات الموجودة في المشهد المصري والعربي والفلسطيني في هذه المرحلة اللي قد ينبق بتحركات تؤتي بنتائج اللي بنتطلع لها كمصريين وكعرب وكفلسطينيين بتأكيد في المقام الأول نبقى مع حضراتكم ونشرتنا الإخبارية المعتادة اللي بنستهل بها لقاءنا مع حضراتكم ونظر أكثر قربا لكثير من التطورات الجارية حاليا وبالتأكيد كثير منها أيضا حيكون على خلفية التواجد المصري الفاعل ممثل في رئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجماعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكثير من اللقاءات المهمة أيضا التي تُعقد على هامش هذه القمة ابقوا معنا والمزيد بعد الفاصل اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد في الواقع يوم بعد يوم بتثبت الأدلة القاطعة صدق مخاوف الدول الدعامة لمكافحة الإرهاب من الممارسات القطرية الدعامة لهذا الإرهاب والمتدخلة بهذا الشكل السافر في كثير من الشؤون للدول العربية وتفنيد أيضا لكثير من الادعاءات القطرية وعدم الاعتراف بما تمارسه قطر من ممارسات هناك كثير من الخطوط الحمراء وعلامات الاستفهام تجاهها خاصة عندما تأتي الانتقادات والاتهامات من المعارضة القطرية ومنعق ردار قطر حول ما يطحط بالتأكيد ما يرود من أي أكاذيب أو مهاطرات وعدم اعتراف بهذه الممارسات وعدم مساح حثيث من الجانب القطري لإرسال تطمينات حقيقية إلى الجانب العربي والخليجي بأن تعود قطر من جديد إلى طريق الصواب في ممارستها كدولة ينبغي أن تكون حريصة على علاقتها الخارجية وعلى الحضن العربي إذا صح التوصيف بعد يوم على بيان شيخ عبد الله بن علي الثاني الذي دعا للاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية استجاب الشيخ سلطان بن سحيم الثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر لهذه الدعوة وقال الشيخ سحيم إن السكوت على ممارسات النظام القطري قد أصبح أمرا مستحيلا جميع أهل قطر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلمون جميعا أن الوضع اليوم صعب ولم يسبق لأهلنا في الخليج العربي وأشقائنا العرب أن نبذون هذا النبل وأغلقوا دوننا كل باب بسبب أخطاء فادحة في حقهم وممارسات ضد وجودهم استغلها البعض بإسمنا ومن خلال أرضنا وأدواتنا وهم أعداء وخصوم لنا بسبب سياسات الحكومة وتوجهاتها القائمة التي سمحت للدخلاء والحاقدين بالتغلغل في قطر وبث سمومهم في كل اتجاه حتى أوصتنا إلى حافة الكارثة وأن دورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا منهم والاستمرار في التنمية التي ترفع اسم قطر عاليا وتزيد دورها الحضاري وقيمتها الإنسانية وأن نكون صفا واحدا لتبقى بلدنا الحبيبة محصنة من الإرهاب وأهله وبعيدة كل البعد عن تنظيماته فوالله أنني أخشى يوما لا يذكر فيه القطري إلا وكان ارتباط الإرهاب به ثابتا وأنني أخشى يوما تعافنا فيه كل بلد ويشك في توجهنا كل أحد فضلا عن قطيعتنا مع جيراننا وأهلنا أقيم اليوم في باريس فمنذ ظهور الأزمة لم أعد أحتمل البقاء في أرض بدأ الأغراب يتدفقون عليها ويجوبونها برائحة المستعمر ويتدخلون في شأننا بدعوى حمايتنا من أهلنا في السعودية ودول خليج العربي الذي نحن امتداد لهم وهم الحضن لنا جميعا بينما نحن أحفاد جدنا الهمام الشيخ جاسم ورجاله المخلصين الذين أسسوا هذا الكيان العظيم ووالله أنه يحزني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات المقربة بيننا والتدخل في شؤون الآخرين وتخريب استقرارهم وأمنهم وكأن دوحتنا مجرد حاضنة لكل المفسدين والضالين ومنبرا يخدمهم وثروات تعمل من أجل مصالحهم بينما هم أول من يهرب لو ضاغت بنا الدوائر فلا يهم سوى الاستغلال والتلاعب ولن يعنيهم شأننا فليس لهم جذر لدينا ولا أسرة ولا أهل دون ذكر كراهيتهم المتؤصلة لأهل الخليج عموما وليست قطر استثناء لكن من العار أن تكون مطية للأعداء ومن ثم ضحية لهم وأن يستخدموها سلاحا يضربون بها أهلها وعزوتها وتاريخها وكل وجودها وأنني في هذا السياق أدعم كل دعوة للاجتماع آمنا من جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان أتفاعل معها حتى نكون يدا واحدة وعين يقضه ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين وكل ثقة بحكمة الملك سلمان وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة لنا ووقوفهم إلى جانبنا لعل الله يجعل مننا صلة سلام تعيد الأمور إلى نصابها وتصحح كل خطأ وتطرد كل الكوابيس التي أشغلت أهلنا وأحالت حياتهم إلى خوف مستديم وترقب مرير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما يصدر هذا الكلام على لسان شيخ سلطان بن سحيم الثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بالتأكيد لا يمر مرور الكرام ينبغي التوقف عنده كثيرا ونظر أيضا إلى دلالات الزمان التوقيت وأيضا دلالات هوية من يتحدث عن هذا الكلام وهذه المؤخذات وهذه الانتقادات المواجهة إلى الممارسات القطرية وأهمية أن يكون هناك وقفة حقيقية في الوقت الذي كما أسلفنا يوجد أدلة دامغة على هذه التدخلات القطرية وهذا الدعم للإرهاب بأكثر من شكل وصورة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة أسفير سفير محمد المرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في قطر سابقا مساء خيسان سفير مساء مرسان يعني بالتأكيد دلالات كثيرة جدا يعني لما أفاد به أحد أفراد الأسر الحاكمة في قطر والتأكيد على أن السقوط على ممارسات النظام القطري قد أصبح أمرا مستحيلا ويعني ولا يأتي ذلك من فراغ لأن المعطيات في ملف الممارسات القطرية والتعاطي القطر مع الأزمة الأخيرة التي جرت على خلفية هذه الممارسات الدعيمة للإرهاب تجعل هناك كثير من الدلالات عندما يصدر مثل هذا التصريح من عقر دار قطر هذا التصريح له دلالات هامة كثيرة أبرزها أن هناك معارضة قطرية حقيقية بدأت تتبلور وتتخذ الشكل الطبيعي للمعارضة ولم تعد تختصر على صوت هنا وصوت هناك فعقد مؤتمر المعارضة في لندن وكان ناجحا من حجث التنظيم ومخرجاته ثم تلأ ذلك بيان هام الشيخ عبدالله بن علي ألسان وهو من الرموز العاقلة والقوية في العائلة الحاكمة في قطر وتوقع الجميع أن تصدر بيانات أخرى صدر اليوم بيان من الشيخ سلطان بن سحيم ودلالاته أنه أولا الشيخ سلطان بينتمي لأحد الأفرع القوية والمؤثرة في عائلة ألسان الحاكمة ثانيا أن البيان اليوم كان بيانا قويا وتضمن معلومات غاية في الأهمية وخاطب لم يخاطب فقط العاطفة ولكن ذكر حقائق كثيرة كانت مواقف وتعنت السلطات القطرية سببا في الوصول إليها ولعل أبرزها في رأيي عندما قال أخشى أن يأتي اليوم الذي يوصم فيه القطري بالإرهاب هذا كلام غاية في الأهمية أعتقد أن تتزايد الضغوط لأن مثل هذه المواقف خاصة إذا ارتبطت ببعض الحراك للقطريين في الداخل وحظيت بدعم من الجوار أعتقد هذه المعارضة ستمثل ضغطا كبيرا على الحكومة القطرية سيدفعها من المؤكلة لإعادة النظر في مواقفها وتعنتها أو ربما تتطور بشكل قد يوجد صورة أخرى مغايرة في مناره الآن نعم أشكرك شكرا جزيلا سعادة سفير محمد المرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في قطر سابقا أتحول إلى السيد عبدالله الجنيد الكاتب والبحث السياسي من البحرين مساء الخير مساء النور يعني بتأكيد الممارسات القطرية أتكت كثير من القلاقل في المنطقة يعني كما يرسخ الواقع وكما أثبتت الكثير من الأدلة ومن اللافت الانتباه أيضا التعاطي القطري مع الأزمة التي أثيرت والمقاطعة العربية لقطر على هذه الخلفية الذي لا يرقى إلى ما تقوم بها قطر ولا يجد رغبة حقيقية في استرداء الجانب المتضرر من مثل هذه الممارسات ثم جاءت التصريحات الأخيرة يعني من قطريين سواء في إطار المؤتمر الأول الذي نظم للمعارضة القطرية أو ما تبعناه مؤخرا لأحد أفراد الأسر الحاكمة في قطر وما أفاد به من أنه يرغب في أن ينأى دوما بقطر عن أن يكون اسمها مرتبطا بالإرهاب وتأكيد أن السقوط عن هذه الممارسات أصبح أمرا مستحيلا ماذا تقولون؟ أسأل الله مساءكم مساء مشاهدي نيل بالتأكيد هذه التحولات ما كنا ننصح دائما في كتاباتنا وغراعاتنا وليقعاتنا ننصح في الغيابة السياسية في قطر أن تتخذ المبادرة والعودة إلى الحرنها الخليجي والعربي لأنها الحاضنة الطبيعية لها وإلا فإنها تتقع في عملية المكابرة والمكابرة أو الكترياء يجب أن لا يخشي على عينيها فتتخذ ضرارات سوف تضر في أمنها واضطرارها السياسية وهذه التحولات الآن بالأسف أصبحت صعب أن تحتويها الغيابة السياسية في قطر يعني مثل المؤتمر المعارضة الأول والحضور الدولي اللافت للانتباه الدعم لعملية تحييد العبث القطري ثانياً وجود شخصية وازنة تستغل وطني كبير مثل الشيخ عبدالله بن علي الثاني وكذلك في بيانه ليلة البارحة دخول الشيخ مبارك الثاني كذلك معه متضامناً في الموقف والنص وكذلك الليلة وجدنا البيان من الشيخ الشاب سلطان بن سحيم وكل هذه الشخصيات يعني شخصيات لها وزنها الوطن لا يمكن تنكرها أو تجاهلها أو تهنيشها فالآن الخيارات محدودة تماماً فإما أن يعني تنفع القيادة القطرية للإرادة الوطنية وهي ستجاول ما يعني يطفع على السطح من هذه التحولات ذات الوزن الكبير وإلا فإنها للأسف سوف تضطر أن تحاسب وطنياً من قبل القطري نعم يعني هو يعني ربما مؤشر صعودي في هذه المرحلة للأزمة يعني بدلاً من أن تحتوى كما كان هناك توقعات في وقت سابق يعني السؤال يعني ماذا بعد هل من كلامكم نستشفي بأن قد يكون هناك عزلة تفرض على قطر في القريب بعدما قرى من حراك مؤخر لا 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 قطر عزلت تماماً قطر عزلت الآن قطر سوف تحضر الآن الجمعية العامة 1972 للأمم المتحدة ورصيدها السياسي في الأغاثة الدولية فقط محرور بتضامن تركي وإيراني وفي مراجعة هؤلاء الشركاء لها في المشروع في الموظف السياسي يعني كل الدولتين منتغر من قبل محيط وحتى الأحلاف التي ينتمي له وإيران مصنفة كأكبر رائي للإرهاب في العالم تركيا أكبر مصادر للحرياس يعني في عضو ينتمي للناس قطر معزولة تماماً في محيطها الخليجي قبل العرب لكن هل متوقع أن يأخذ ذلك أشكال رسمية بشكل أكبر بمعنى يعني ما يثار من أن تغيب تغيب مثلاً عن الجامعة العربية بأن تستبعد من مجلس التعاون الخليجي وما إلى ذلك يا سيدة الكريمة يجب أن نراعي تماماً عندما تأخذ الموقف من أصحاب التغيب والعمق الاستغرارة العربي استراتيجياً كان الحدف الأول والأخير هو النعي بالمؤسسات القطرية أو العربية عن هذه السياسة والسياسة أساساً تنقسم إلى أكثر من مرحلة المرحلة الأولى هو عزل واحتواء قطر وما تمثلوا قطر من عملية تهديد لأمن واستقرار ومن ثم محيطها العربي بعد ذلك انتقلنا إلى عملية تحتواء الأضرار ناتجة عن السياسات القطرية في ملفات أدى سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، السودان والمغرب غريباً نحن أمام عملية سياسات متصاعبة الآن وصلنا إلى الخط يعني نقطة ما قبل النهاية إما أن ترتدى القيادة السياسية القطرية وإلا ليس نحن من سيحاسب هذه القيادة الآن القطريون ممثلون بكل قطاعاتهم وعندما يدخل على الخط مثل هذه الشخصيات فأنها بالتأكيد تستمد من عمقها الوطني والتاريخي ما يؤهلها إلى صناعة ذلك التغيير نعم، أشكرك شكراً جزيلاً سيد عبدالله الجنيد الكاتب والبحث السياسي متدخل معنا من البحرين وأتحول الآن إلى المعارض القطري سيد علي آل دهنم تحية لك سيد أهلين ومرحبا ورحب بضيوره في البردامات أهلاً بكم يعني بتأكيد نحن إزاء كثير من المعتمقيات الجديدة في المشهد أخيراً يعني كل جهود المعارضة القطرية بالنجاح وذللت كثير من العقبات ربما التي كانت بالقدر الأوفى توضع من الجانب القطري وعقد المؤتمر الأول للمعارضة القطرية وهنا نشهد أيضاً قوة دفع أخرى ممثلة فيما تبعناه من أيضاً يعني توافق مع ما تفضلتم به من قبل شيخ سلطان بسحيم الثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وكثير من الملامح يعني المشتركة يعني لدلوكم في المؤتمر الأول للمعارضة أي مدى يعني يشكل ذلك منعطف إيجابي جديد يفرض المزيد من يعني التحركات يعني كي يكون يعني هناك ممارسات قطرية مطابقة للمواصفات التي يتطلع لها ليس فقط المنطقة العربية ولكن يعني القطريون الوطنيون الشرفاء أنفسهم في البداية يعني أنت عارفة تصريح أو خطاب وزير الشؤون الخارجية نعب وزير الخارجية في جامعة الدول أعلن بطريقة مهانة ورسمية غلق باب الحوارض بين الفرقاء في القبيل إقلاق ملف المصالحة القطرية الخليجية القصرية نهائيا وبذلك استوجب على المعارضة على العسرة الحاكمة على الشعب القطري على كل الكينات الأخرى التحرك لوجود محرج محرج رسمي لإنهاء هذه الأجمع وكان من الطبيعي اختار بيانات سواء من سمو الشيخ عبد الله بن علي الثاني الأمير المستقبلي لدولة قطر كان طبيعي من الشيخ سلطان بن سحين نوعا بن السيد عشاش يكون هناك كفاعل شعبي وعلى مستوى الأسرة الحاكمة وعلى أعيان دولة قطر وإن شاء الله الأيام اللي جاي رح تشهد تحولات كثيرة على المستوى القطري يعني الخليج حين ينتظرون الشعب القطري والأسرة الحاكمة والأعيان في دولة قطر ممكن يعملوا للضغط على حكومة قطر يعني يؤمل أن تنصى قطر في النهاية إلى الإرادة الوطنية يعني وأن يكون هناك منحة يميل إلى الاحتواء وتضميد الجراح والعودة إلى يعني التعاطي المطابق للمواصفات على مستوى الدول وليس المكابرة أشكرك شكرا جزيلا سيد علي الدهنم المعارض القطري نتحول إلى نيويورك ولقاء رئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بمقار إقامته مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي التي تضم عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكرين السابقين إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية وقال سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات على ساحة داخلية مشيرا إلى أن مصر تأخذ حربا ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية وأن تلك الحرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية ومن هذا المنطلق يجب أن يتعامل مع المجتمع الدولي بمنهج شامل يتضمن أربع ركائس تشمل مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب كالتمويل والدعم السياسي والأيديولوجي والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة على خلفية أزمة قطر تناول الرئيس الرؤية المصرية إزاء تلك الأزمة وشدد على أهمية التصدي بفعالية للأطراف الدعام للإرهاب ودفعها لتحمل مسؤوليتها مشيرا إلى أنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإدرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي في القاهرة مساء اليوم الاتفاق على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة مصرية ليبية لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعى متحقيق هذا المصار على أن تعقد تلك اللجان في القريب العاجل المضي قدما في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن وأعلنت اللجنة خلال لقاء لها برئاسة الفريق محمود حجازي مع وفد لجنتي التواصل العسكري ليبيا في القاهرة مساء اليوم التوافق على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة القادمة قد تؤثر سلبا على تلك الجهود إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب معنا المزيد من المتابعة سيد عبدالسطار حديثة المتخصص في الشأن الليبية مساء الخير سيد عبدالسطار بالتأكيد الكثير من الأفاق والأبعاد التي يحملها الاتفاق على تشكيل الجان فنية نوعية مصرية ليبيا مشتركة وكثير من الأليات ربما الكفيلة بتحقيق التطلعات والمضيق قدما في مناقشة الكثير من التفاصيل الفنية كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟ يعني أعتقد أن اللقاءات التي عقدت اليوم هي خطوة في طريق طويل بدأه القادة العسكريون في مصر وفي ليبيا من أجل الوصول إلى هذه الفكرة وهي فكرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية كوسيلة وحيدة للقضاء على الإرهاب وبصر الاستقرار في ليبيا وتم الاستلهام روح المؤسسة العسكرية القديمة التي تعسست في مصر تقريبا في أواخر الثلاثينات عام 1939 وعام 1945 وعادت من مصر إلى ليبيا لتحرير ليبيا من الاستعمار البيان المصري والبيان الليبي تحدث بشكل واضح عن أن العسكريون الليبيون وأحياء لتصفيات الأباء المؤسسين للجيش الليبي اختاروا المؤسسة العسكرية أو اختاروا مصر بتكون نقطة البدء في عادة تنظيم الجيش الليبي للأسف الكديد في الدخل الليبي هنا على سبيل المثال في المنطقة الفاصلة ما بين مدينتي مصراتة وشرط من جانب ومنطقة الجفرة وبني وليد ومناطق الجنوب الليبي هذه المنطقة الشاسعة الصحراوية ستعتبر منطقة هشة أمنيا بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية وبسبب وجود الجيش الوطني الليبي ومجاميع عسكرية موازية مثل البنيان المرسوس ومثل باقي المجاميع الأخرى الموجودة في ترابلس وبعض المناطق المختلفة والعلى كلمة السر هي في مساندة المسارين الأمنية وسياسية لتحقيق الاستقرار للدولة الليبية أنا بشكر حضريك شكرا جزيلا سيد عبدالسطار حديثة المتخصص في أشأن الليبية وبتأكيد كثير من التحديات تواجه الشقيق الليبية مثلما هناك بالتأكيد أيضا تحديات متعظمة تواجه الإخوة الفلسطينيين والدولة الفلسطينية المأمولة حراك حادث بالفعل في هذا الملف وربما يعني مؤشرات قد تؤشر إلى قرب تحقيق المصالحة والابتعاد عن نظر الانقسام اللي بالتأكيد هي التي تقف عقبة كأود أمام حدوث أي تقدم ملموس على المصار الفلسطيني في وقت دوما هناك كثير من التطلعات والأمال تصب أن يحدث نقطة تحول حقيقية وإيجابية في هذا الملف على خلفية الثقل المصري والرعاية المصرية الدائمة لهذا الملف في مصر التي طالما استضافت حوار الفصائل الفلسطينية في وقت كان دوما يعني العقبات هي الافتقار إلى التوحد الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وفي ذات الوقت عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته واستمراره في الانتهاكات على أكثر من صعيد قد يكون هناك معطيات جديدة في هذا المشهد يعني يؤمل أن تكلل بالنجاح ارتقاءا إلى تحقيق الحلم للفلسطين والعرب والمصر بصفة خاصة من منطلق رعايتها لهذا الملف على مدار سنوات وسنوات نظر أكثر تحليلا للمشهد الفلسطيني على المعطيات الحالية لكن بعد متابعة مجاز أخبار الساعة مع زميلة أمان نعمان تحرك مصري وفلسطيني من أجل توحيد الرؤى وإبعاد شبح الانقسام الفلسطيني ارتقاءا لتحقيق الأمال المرجوة بشأن الملف الفلسطيني وما يواجهه من تعثر لفترة طويلة من الزمان يعني بالنظر إلى مفردات المستحدثات في هذا المشهد حركة فتح رحبت بمواصلة مصر رعاية ملف المصالحة كما أعلنت حركة حماس عقب لقاء وفدها بمدير المخابرات لواء خلت فوزي استعدادها لعقد جلسات حوار مع فتح في القاهرة لإبرام اتفاق المصالحة بالتأكيد نتطرق تفصيلا لكثير من الأبعاد والأفاق لهذا التطور الحادث في الملف الفلسطيني في الفترة الأخيرة لكن بعد متابعة هذا التقرير استمرانا لجهودها في محاولات رأب الصدى في الصف الفلسطيني وأصلت مصر جهودها لإعادة وحدة الصف الفلسطينية لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس جهاز المخابرات المصري خالد فوزي أثمر عن بيان للحركة أعاد تفاؤل مرة أخرى لإنهاء الانقسام الفلسطيني عبر قنوات الحوار الحركة الفلسطينية أكدت استعدادها الكامل للجلوس على طاولة الحوار مع حركة فتح مطالبة بماد تواجد وفدها في القاهرة للقاء وفد الحركة الذي يزور القاهرة أيضا كما عبرت الحركة عن استعدادها حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطن الفلسطينية من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالدفة والقطاع والقدس بيان حماس اشدد أيضا على حرصها على أمن واستقرار مصر وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساسب أمنها أو تشكيل مصدر تهديد لها حركة فتح بدورها أكدت استعدادها لعقد جلسات للحوار مع ممثلين عن حماس من أجل التوصل إلى اتفاق جديد ينهي الخلافات بين الحركتين على أن توضع الآليات اللازمة لضمان تنفيذه تحرقات مصرية لا تتوقف على مستوى القضية الفلسطينية أملا في إعادة العلاقات بين الفرقاء إلى وضعها المعهود أهلا بحضرتكم من جديد ومعنا في هذا اللقاء دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ودكتور جهاد الحرازين القيادية بحركة تفتحة أهلا بحضرتكم يعني دكتور طارق دلالات الزمان دلالات التوقيت لهذا التطور يعني إذا ارتأتموه تطورا لفتا ربما يدفع قدما بالملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية في مرحلة مهمة جدا التحرك المصري والفلسطيني من أجل توحيد الجبهة الفلسطينية يعني ما الجديد الذي يمكن أن تحدفه هذه الخطوات اللي بنشوفها إيجابية بشكل أو بآخر يخالف سابقاتها ربما من خطوات للأسف لم تكلل بنجاح نظرا لعقبات دوما كان بتتمثل في شيء مهم جدا أولا عدم التوحد الفلسطيني والانقسام الفلسطيني وثانيا يعني دوما بيكون فيه ضربة إسرائيلية يعني لكي تحول دون تحقيق أي تقدم يفكر يعني خلينا نتفائل الأول وبعدين نرجع بالتطور الأحداث ربما كان خلال الأيام الأخيرة الاتصالات ثم المفاوضات المباشرة بين وفد حركة حماس ثم وفد حركة فتح لكن هو يعني قبل هذا بشهور طويلة كانت هناك ترتيبات مصرية بدأت بلقاءات ربما كانت مشاورات في البداية سواء على مستوى عناصر من المجموعات المختلفة للقوى السياسية تكنقراط وفنيين وخبراء وناس من العشائر الفلسطينية فكان فيه ترتيبات من أكثر من عام تقريبا ودارت في القاهرة بهدف تهيئة الأجواء إلى يعني مناخ جديد تتشكل فيه العلاقات مع قطاع غزة أولا وبطبيعة الحال مع باقي مكونات الفلسطينية وخصوصا طبعا الضفة الغربية وعنوان الشرعية ممثلة في الرئيس أبو ماس ما جرى في الفترة الأخيرة هو أنه لقاء القاهرة الأخير مع حركة حماس كان مرتبط بأمرين البعض رأى أنه جزء منه متعلق بمصر في ترتيبات أمنية متعلقة بالمنطقة العزلة وضبط الحدود وتقديم تسهيلات الشعب الفلسطيني فالقضية مش بفتح معبر رفع لأنه أنت عارفة أنه كان فيه إجراءات لفتح المعبر وتوسيع المعبر وترتيبات معينة لكن في السياق طبعا كانت هناك مطالب جزء منها مطالب مهمة أوي بالنسبة لي سكان القطاع موضوع التجارة فوق الأرض طبعا لأنه لم يعد هناك أنفاء فطبعا فيه عمليات تجارة الجانب الفلسطيني طوار رحلة الوفود لمصر خلال فترة عام وأكثر كان حديثهم حول تسهيلات اقصادية إقامة منطقة تجارة حرة يعني مجموعة من التسهيلات الخاصة بالإضافة إلى تقديم التسهيلات في القطاع الجزء الجديد الذي أشرته وتكرمتي به هو اللقاءات الخاصة بحماس ثم امتدت إلى حركة فتح باب القاهرة دائما ما أنا أقول أنه باب القاهرة مفتوح للجميع وبناء عليه مصر بتتحدث مع كل أطياف الفلسطينية وطبعا قبلها كان فيه زيارة إلى القاهرة من حركة الجهاد الفلسطيني فبالتالي فيه انفتاح من القاهرة على كل القوى الفلسطينية ما تم التوصل إليه سريعا هو أنه كانت هناك بعض المناكفات ما بين قطاع غزة ممثلة في حماس والضفة الغربية ورمالة بخصوص اللجنة الإدارية واللجنة الإدارية دي ليست لجنة إدريب معنى اللجنة لكنه جهاز إداري بيدير قطاع غزة وكان السلطة الفلسطينية وضعت شرطا رئيسيا بدرورة حل هذا الجهاز الإداري بهذه اللجنة بهذه المكونات لنبدأ خطوة جديدة تدخل حكومة التوافق الوطني تبدأ تتعمل خطوات إجرائية وترتيبات ثقة جديدة ما تم التوصل إليه في القاهرة هو أن حركة حماس أعلنت قرار الحل وأودعت التفاصيل إلى الإدارة المصرية هذا معناه أن مصر ستبقى الضامن المباشر في الترتيبات القادمة حركة فتح الوفد الذي جاء برؤية سريعة ربما للاتحاق بالمفاوضات وفي جزء منها بطبيعة الحال حيعود إلى فتح لإقرار الخطوة التالية الإيجابي في الموضوع هو تجاوب الحركة دعينا بقى ننتقل إلى التفاصيل التفاصيل التالية ستركها طبعا للدكتور جهاد أنه في جزء منها مرتبط بقى بحالة التفاؤل في الخطوة الجادية وهل تختلف عن ما سابقتها من خطوات خصوصا في مصر إحنا رجعين نطبق اتفاق القاهرة فالناس بتسأل طب الجديد في إيه إذا كان اتفاق القاهرة القديم الجديد الذي أعاد طرحه فيه القاهرة هنبدأ نبني عنه فيه إجراءات بناء ثقة حتتخذ فيه الخطوات القادمة توقع الرئيس أبو مازن هياخد قرارات اللي هي أصدرها في الفترة الأخيرة سواء بالنسبة للموظفين بالنسبة لجاز الإداري جاز المدني فيه أمور كتير قوي تفصيلية هتبقى مبين فتح وحماس هتاخد مراحل مش بين يوم وليلة عشان الناس تبقى مدركة مش بين يوم وليلة هنمشي الجاز الإداري هتاخد بعض الوقت فيه ضمانات فيه إجراءات بناء ثقة لابد أن تتخذ فيه خطوات مرحلية فيه ثقة بأنه الطرفين لديهم إرادة الحل لكن هيبقى محتاجين بقى إيه محتاجين أليات للتنفيذ وإجراءات بناء ثقة تمتد للخطوات القادمة ونبني عليها على ذلك الثقة المتبادلة دكتور جهاد يعني بالتأكيد يعني حماس من خلال هذه الخطوة ممكن نقول أن بشكل لمبدأي هي بادرة لحسن النواية وفي ذات الوقت تقدر الإشارة أيضا إلى ترحيب حركة فتحب مواصلة مصر لرعاية ملف المصلحة الفلسطينية وإبداء الجانبين لاستعداد للحوار لأن في النهاية المصلحة العليا بالتأكيد هي لفلسطين وللفلسطينيين لكن في ذات الوقت يعني بما أن دكتور طارق تكلم عن التفاصيل وحرك يعني من أقدر من يحدثنا عن التفاصيل دوما فيه جملة دارجة يعني أن الشيطان يكمن في التفاصيل يعني هل عندما نخد في التفاصيل يعني ذلك قد ينظر بالانقسامات أم يمكن أن يكون هناك حالة من حالات الاستفادة من دروس ومن أخطاء الماضي في هذا الإطار؟ أولين يعني كما تفضل دكتور طارق هناك حالة من الثقة أو حالة من القبول لدى الحركتان في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية بفعل الوجود المصري وبفعل عفوا بفعل الضغوط المصرية التي مورست خلال الفترة الأخيرة مع العلم يجب أن لا نظلم حق مصر ويجب أن نعطيها حقها مصر التي قادت أكثر من 1200 ساعة من الحوار ما بين الفصال الفلسطينية عام 2009 وعام 2010 وصولا إلى اتفاق عام 2011 الذي وقع في أربع أيار بالقاهرة والذي وضع حلولا تفصيلية لكافة القضايا العالقة والتي على أثرها من الممكن إنهاء الانقسام ومعالجة كافة القضايا التي نتجت عن الانقسام هناك نحن نقول لا نتفائل كثيرا ولا نتشاءم كثيرا نحن كما تفضل دكتور طريق نحن نريد أن نبحث عن أهليات للتنفيذ حتى نستطيع أن نعطي بارقة أمل أو أن نقول نقدم بالخطوة الأولى باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية على الأرض كانت هناك قضية اللجنة الإدارية وهي التي وضعت حركة فتح مجموعة من المطالب سواء من شهر مارس حتى يومنا هذا كانت حركة فتح تطالب بحل اللجنة الإدارية بتمكين حكومة الوفاق الوطني بالقبول بمبدأ الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجرائها إلا أن حركة حماس كانت في كل مرة ترفض ذلك اللجنة الإدارية هي عبارة عن الحكومة التي تقود قطاع غزة ومكونة من عشرة أشخاص من قيادات حركة حماس هؤلاء كانوا بمثابة الجهاز الإداري الذي يقود العملية وهذا الأمر فيه تنكر لحكومة الوفاق الوطني والتي تم تشكيلها بالتوافق مع حماس وحماس وفقت على اسم كل وزير بداخل هذه الحكومة أردنا أن نقفز على هذا الأمر باتجاه ما فعلته مصر أو باتجاه ما تخذته مصر من إجراءاته وهذا الأمر الذي يحسب لمصر في كل زمان ومكان بأن القضية الفلسطينية هي شغلها الأول والأهم والأوحد في اتجاه السياسة الخارجية مصر التي تمر بمجموعة من الأزمات فضلت القضية الفلسطينية على كافة القضايا الأخرى ومنها الداخلية لأجل أن يتفرغ الشعب الفلسطيني وأن يكون موحدا في مواجهة المخططات الإسرائيلية حركة حماس أصدرت إعلانها بقبولها بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق ومن ثم ذهب إلى انتخابات الشعية ورئاسية لكن هناك مجموعة من القضايا والتفاصيل الشيطان إذا أردنا أن نقول أو نعتمد مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل إذا لن نستطيع أن نتقدم أي خطوة واحدة لأن المعضلة هي في التفاصيل في كيف لن نضع مجموعة من الآليات للقفز أو للخروج ومعالجة هذه التفاصيل من ضمن هذه التفاصيل قضية الموظفين هناك خمسين ألف موظف تطالب حماس بإدراجهم على السلم رواتب السلطة الوطنية الفلسطينية بدرجاتهم الوظيفية وبالرتبهم التي منحت من قبل حركة حماس وهذا الأمر هو مخالف لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القارع عام 2011 والذي نص في الصفحة 28 من الاتفاق على أن تشكل لجنة إدارية وقانونية لدراسة ملفات موظفي حركة حماس والاستعانة بهم في إطار أو ضمهم إلى إطار الجهاز الإداري سواء المدني أو العسكري قضية أخرى فيما يتعلق بقضية الأمن أو وحدانية السلاح هنا لابد من أن يكون هناك وضع خطوط واضحة وصريحة لقضية وحدانية السلاح لأنه لا يجوز أن تحكم السلطة وجهزة السلطة بالنهار وبالليل يحكم الملثمين البلاد هذا الأمر الذي قد يفجر في أي لحظة من اللحظات يفجر عملية المصالحة قضية الارتهانات الخارجية وهذا ما كنا نتناقش به أنا ودكتور طارق قبل أن نخرج إلى الهواء قضية في أي لحظة من اللحظات نتوقع بأن يكون هناك تدخلا كما تفضلتي إما من جانب إسرائيل بافتعال قضية ومشكلة أو بالإعاز إلى بعض أدواتها بالمنطقة للتأثير على ملف المصالحة وهذا ما شاهدناه سواء في عام 2011 في عام 2012 في عام 2014 في كل المراحل التي مر بها مسلسل المصالحة الفلسطينية وجدنا الكثير من القضية بعد أن يتم توقيع على الاتفاق في بعد أيام معينة يتم الانسحاب أو التراجع ونعود إلى المربع الأول لذلك مصر باعتبارها ضامن لهذا الاتفاق وأعتقد بأن مصر ستلزم الجميع وهنا يجب أن يكون لدى القيادة المصرية إرادة حقيقية بالإعلان عن من يعطل أي اتفاق ومن لم يتجاوب مع تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني لأن الشعب الفلسطيني المعاناة التي يعانيها ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فقط كل تصور وكل حد بما فيها المعاناة الصحية والاجتماعية حسان خانق تمثل هوية ما يتعرض له أبناء الضفة الغربية والقدس من محاولات الاستيطان والهجمات الاستيطانية والاعتداءات اليومية والمتكررة الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية في خطر أو في حال خطر إذا لم يتوحد أبناء الشعب الفلسطيني لن نستطيع أن نجد من يدعمنا من الأمة العربية والإسلامية باتجاه موقف موحد لنخرج به إلى العالم والنواجهة تلك المخلطات الحياة اللي بيتبنوا المخاوف تجاه التفاصيل دكتور طارق بيكون من منطلق أيضا رغبة في إنجاح المصالحة هذه المرة لأن كلما تطول المدة بتأكيد التحديات بتتعظم وبيشوفوها من منطلق أن يكون في استباقية تقطع طريق على أي عوامل إفشال سابقة يعني ربما هي اللي خلت محاولات لتقارب بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لا تكلل بالنجاح في نهاية المطافة لو فعلا فيه دراسة للنقاط لأفشلة الحوارات في أوقات سابقة أهم ما يجب أن يكون فيه عقول القائمين على إدارة هذا الملف خاصة بتأكيد الجنب المصري مواصلة الدور المصري التاريخي في هذا الملف يعني شوفي وطبعا إعادة تقييم المشهد الفلسطيني بأكمله سواء على مستوى الفصائل الرئيسية وبطبيعة الحال باقي أطياف الفصائل الأخرى في نقطة مهمة أوي هو إدراك مصر إلى طبعا سلبيات المرحلة السابقة منذ أيام حوارات القاهرة أيام عمر بيسليمان يعني لدينا مغزون كبير أوي من تراكم الخبرات في عملية التفاوت الجديد في هذا الأمر مرتهن بما سبق تم التوصلية في مراحل معينة كانت هناك حوارات جرت في القاهرة نجح بعضها في تحريك المشهد الفلسطيني بعض الوقت ثم تعسرت الاعتبارات الخارجية وجزء منه مرتبط أيضا بموقف الفصائل الداخلية اليوم مناغ جديد يتشكل في إطار ما نتحدث فيه أولا بالنسبة لحركة حماس حركة حماس تتحول الآن تدريجيا ويجب الانتباه إلى هذا من مجرد حركة إيديولوجية إلى حركة واقعية نفعية برجماتية مصلحية فلا تتحدثي هنا عن الأديولوجية التي تحكم حركة حماس ربما يكون كلامي غريب لكن هو الكلام الذي جرى بعد تعديل مصاق حركة حماس وتعديل مصاق حركة حماس هو فكك ارتبطها بجماعة الإخوان الإرهابية والأمر الثاني أنها اعترفت بحدود يونيا 67 كأساس لبدايات الحل وما بقى ذلك وبالتالي لو أنت بتعملي تحليل مضمون لبرنامج فتح وبرنامج حماس تقترب حماس الآن من برنامج حركة فتح وفتح في الأول وفي الآخر كيان دولة كيان دولة أنت تتعاملي ليس مع فصيل يعني الأمور يجب أن توضع في إطارها أنت تتعاملي مع كيان قادة الثورة الفلسطينية منذ سنوات طويلة وتبقى فتح هي أساس أي حركة فلسطينية لاعتبارات كثيرة جزء منها تاريخي جزء منها اعتبارات متعلقة بإدارة المشهد الفلسطين سنوات طويلة وبتتكلمي كيان دولة حماس في الفترة الأخيرة حصلت تغييرات داخلية في حركة حماس مرتبطة بالأول مرة صعود جيل العسكريين يعني مجموعة يحيى الصنوار وخليل الحية ومجموعات كثيرة وطبعا هذه المجموعة الجديدة التي سعدت بطبيعة الحالة ارتباطات بالدولة المصرية وهناك ارتباطات متعددة في هذا التأسمات الكلاسيكية التي تسمعيها من السنوات الطويلة حماس الداخل والخارج طير المدني الطير العسكري الطيرات البينية الداخلية أنا أرى أن المسافة اقتربت مساحة الصفر بين هذه الطيرات صعود يحيى الصنوار بمثل جيل جديد في حركة حماس يخرج من الأديولوجية إلى الواقعية يعني هم كانوا بيديرهم الجيل الجديد لغة مختلفة الجيل مختلف لأنه هذا الجيل جيل هو الذي كان يؤدي دور في مراحل معينة إثناء أمكانة حماس فيها جزء منها بتمارس السياسة لكن على طريق الحركات الإسلام السياسي الواقعية الجديدة التي تحكم حركة حماس هي التي تجعل لها أنها تتحرك تجاه مصر وتدرك أن مصر هي التي تدير الملف الفلسطيني لكن في نفس الوقت ما بين قسين حماس هي التي تفتح علاقات جيدة مع إيران بهدف استقناف المساعدات بصورة كاملة وهي نفسها التي تتحرك تجاه تركيا لمزيد من المساعدات وتطوير التعاملات الاقتصادية في بيت حنانيا ونهاريا ومناطق صناعية هذا هو فكر حماس فكر واقعي على الأرض لا علاقة له بالأديولوجية فلا نتحدث هنا عن حركة كانت تتحدث في مراحل معينة من البحر إلى النهر والدولة التاريخية والحدود التاريخية هذا الكلام سقط وانتهى بالمساق نقطة من أول السطر ما الذي سيطرأ في المرحلة المقبلة بيطرأ في المرحلة المقبلة أن هناك واقعية في تعامل حماس مع المشهد سواء في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية حماس طرحت مساقها في نفس التوقيت الذي كان الرئيس أبو مازين يزور فيه الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي بالرئيس الأمريكي وقتها هذه الرسالة المهمة أن حماس تريد أن تعيد تقديم أوراقها واعتمادها في الإقليم وعلى المستوى الدولي وتخرج من كونها حركة إرهابية في منظور كثير من الدول إلى حركة واقعية تتعامل معها الدول اليوم تعود إلى المنطقة بصورة كبيرة والصورة الكبيرة من خلال مصر في مصالح مباشرة والمصالح المباشرة حضرتك مرتبطة بحكتين إحنا بنقدم تسليلات اقتصادية في جزء منه للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لكن موضوع المعبر يجب أن يفهم في سياك والقضية الفلسطينية حضرتك ليست قضية معبر والقضية الفلسطينية أصعب من أن تختزل في قضية معبر وبناء عليه القضية مش نفتح أو نقفل المعبر أو نعمل تسليلات أو ندخل حالات أو نعمل مع تقديرنا الكبير هذا الموضوع موضوع مهم والدولة المصرية بزلت فيه مجهودات كثيرة طوال الفترة الماضية وزين بقول لحضرتك الموضوع مرتبط بالتطورات مهمة إنه المعبر لا يمكن أن يفتح بالصورة اللي حضرتك متخيلها بدون ضوابط معينة وبدون سلطة مسؤولة والسلطة المسؤولة ممثلة فيه الرئيس أبو مازن والسلطة الرئاسية وكانت هناك أفكار خلاقة طوال الفترة الماضية بتشغيل المعبر اليوم حركة حماس بتقدم أوراق اعتمادها كانت رفضة لفكرة المنطقة العزلة بيننا وبين القطاع إبلت هذا الأمر في إطار ما يعرف بضبط الحدود مسألة ضبط الحدود بالنسبة لنا إحنا كمصر لازم الناس تعرف أنه دي قضية أمن قومي لمصر مش هنقدم فيها أي تنازلات بالعكس إحنا ضغطين في اتجاه أن إحنا نأمن حدودنا بصورة كبيرة مفيش دولة بتفتح حدودها فمفيش معمرها يتفتح بدون ضوابط إذن حماس تتخلى عن نقطة يعني في جزء من ده بس ده مقابل إيه مدينوطة بس أكمل الفقرة دي قبل ما تنقل في جزء من ده مرتبط بأن حضرتك لابد أنه الجانب الآخر يتوقع أنه كلما هو قدم كثير من النقاط الإيجابية هتتعامل معها بهذه السورة في جزء من المعادلة الجانب الآخر ضفة الغربية وسلطة رمالة إسرائيل تتحدث حضرتك على نصف شريك أبو مازن بنسبة لإسرائيليين نصف شريك لا يسيطر على جزء من الأرض وبناء عليه حينما يتفاوض الرئيس أبو مازن وهو من هو الرئيس أبو مازن ممثل الشرعية الفلسطينية وهو طبعا يترأس فاتحه وتلأس مزام تحليف الفلسطينية ولو كثير من المعطيات لكن إسرائيل عندما تتحدث عن مفاوضات فعلية على الأرض وهذا ما نقل للرئيس الأمريكي في المفاوضات التي جرت في المنطقة الرئيس أبو مازن رفض لقاء مبعوث السلام الأمريكي في آخر مرة لأنه وجد الأمر عبارة عن حديث عن سلام اقتصادي نحن طبعا هنتكلم لسه عن الموقف الإسرائيل وموقف الأمريكي فوق التلاحق دكتور طارق لكن أتحاول لحضرتك يعني دكتور جهد لو دكتور طارق تكلم عن الواقعية اللي بتفرض في هذه المرحلة أن كل الأطراف تتخلى عن تعانوتها وأن يكون فيه ترفع عن أي اختلافات والحلم الأكبر الأول يتحقق تقام الدولة الفلسطينية وبعد كده يفسح المجال لأي اختلافات لأن فيها اختلافات يعني ظاهرة صحية يعني مطلوبة في أي مجتمع أو في أي دولة لكن في نفس الوقت مدى الاستعداد لهذه التنازلات زي أيضا ما تفضل دكتور طارق حماس تخلت عن تعانوتها في أكثر من ملف ما هي الملفات اللي حرج بتشوفها تبقى شائكة يعني حتى في هذه المرحلة اللي ممكن تكون بشكل أو بآخر مرشحة أن هي تثير مش هنقول تفشل ولكن يعني يخشى في حال لم يتم إدارتها بالشكل الملائم من الجانبين تلحق يعني هذه الجولة بجولات سابقة أولا يعني قضية التعنت والتنازل أو كل شيء هو أولا ليس هناك أي نوع من التنازل من قبل حركة حماس حماس قامت بتشكيل اللجنة الإدارية بشكل انفرادي في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني منذ عشرة أشهر بالضبط كانت رؤية لدى حركة فتح كانت الحكومة الوفاق الوطني تصرف المرتبات تقدم الميزانيات الخاصة بالتعليم والخاصة بالصحة وكل هذه الأمور وبالكهرباء وبكل شيء في ظل بعدما شكلت حماس حكومة اللجنة الإدارية وما سمي باللجنة الإدارية في قطاع غزة بدأت هنا الإشكالية الكبرى بأنكم إذا أردتم الانفصال في ظل أنه كان هناك مخططا ودكتور طارق يعلم بهذا الأمر بشكل كبير كان مخططا باتجاه أن يكون هناك حالة انفصال كامل وأن تقام دويلة في قطاع غزة أو إمارة في قطاع غزة على حساب المشروع الوطني الفلسطيني من قبل دول إقليمية داعمة لحركة حماس وهنا لابد من التأكد على قضية معينة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لم يبقى له بقعة جغرافية أو نقطة ارتكاز سوى حركة حماس في المنطقة لأنه فقط كل نقطة الارتكاز الموجودة في المنطقة العربية لذلك هو حاول أن يحافظ من خلال بعض الدول الإقليمية التي بدأت تدعم وبدأت تنادي بأن يكون هناك مشروع انفصال كامل وبمخططات سواء بميناء أو بمطار أو بالقضايا هذه باتجاه حالة الانفصال القيادة الفلسطينية رات بأن هذا الأمر سيشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية ومستقبلها وهناك كانت لقاءات كثيرة أو مشاورات ما بين الرئيس أبمازن والرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة العرب وتم وضحهم في صورة المخطط الكبير وهو ما عبر عنه واعترف به توني بليار من خلال لقاءاته في قطر مع خالد مشعلة رئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس ولقاءاته في تركيا مع أردوغان كل هذا الأمر جعل أن يكون هناك إجراءات من قبل القيادة الفلسطينية باتجاه منح حالة الانفصال لذلك حماس هي التي اختطفت قطاع غزة وهي التي قامت بالانقلاب ذلك يجب عليها أن تعود إلى حضن الشرعية الفلسطينية وأن نمارس الشعب الفلسطيني حقه سواء بالانتخابات سواء حقوقه أو حرياته التي صودرت على مدار أكثر من عشرة أعوام متكاملة وما نتج عنها من مآسي لأبناء الشعب الفلسطيني نقول نطوي صفحة الانقسام بكل ما تحمل من مآسي ومن معاناة لكن عندما نأتي إلى التنفيذ بالأمس بعدما تم الإعلان والترحيب من قبل حركة فتح ومن قبل مصر رحبت ببيان الحركتين وبموافقتهم ورغبتهم على التنفيذ خرجت نقابة موظفية حركة حماس بمؤتمر صحفي في قطاع غزة وتحدثت بأن لا مصالحة ولا إمكانية لتمكن الحكومة من القيام بمهامه إلى بعد اعتماد موظفي حركة حماس على سلم رواتب السلطة الفلسطينية هذا الأمر قلنا بأننا دعونا نذهب من الحقيقة هي دينوتا اللي كنت أصدها فكرة الشروط المسبقة مش بس في الجزئية اللي حريب تكلم فيها يا دكتور أيضا في جزئية أنه يكون فيه بالتأكيد حيكون فيه مطالبات بنصاب في حفومة الوحدة الوطنية بأن يكون هناك أيضا تمثيل بقدر ما في منظمة التحرير حماس تريد محاصصة مبدأ المحاصصة هو مبدأ قانوني مفروض ومبدأ سياسي مفروض نحن نقول الحرية أو الاختيار للشعب الفلسطيني يختار من يشاء لكن قضية المحاصصة في الوزارات وفي المؤسسات وفي السفرات وفي الوظائف وفي كل شيء يجب علينا أن نحتكم للقانون حتى نعالج هذه القضايا والجميع يلتزم بالقانون لأن القانون يوفر مبدأ المساواة ويوفر العدالة للجميع القضية عندما تخرج نقابة موظفية حماس وتعلن هذا على الملأ بأننا لن نمكن حكومة الوفاق وللن نسمح لهم إلا بعد استيعاب 50 ألف موظف على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا تنكر الاتفاق 2011 الذي عالج هذه القضية القضية من القضايا التي قد تفجر العملية قضية السلاح قضية السلاح في كل الدول وفي كل العالم عندما تكون هناك سلطة شرعية يكون هناك سلاح شرعي واحد لا نريد استنساخ تجربة حزب الله في لبنان لا نريد استنساخ تجربة أو أن الذي يحكم ويسيطر على الشعب الفلسطيني أن تكون مجموعة من الميليشيات تتصرف في قرار السلم والحرب كما تشاء أو وفق ما تشاء أو أن تخرج لا نريد العودة إلى قضية الفلتان الأمني القضية الأخرى مدينة غزة تقوم على مدينة من الأنفاق أسفلها هذه المدينة من الأنفاق التي تهدد الأمن والسلم لكل مواطن والحياة المواطنين وهناك كل يوم نسمع عن انهيارات في المنازل انهيارات في الشوارع هذا الأمر الذي يهدد السلام والأمن هل لدى حماس استعداد لتسليم خارطة الأنفاق والتسليم للحكومة بتشكيلتها أو بحكومة وحدة وطنية لهذه القضايا لذلك حركة فتحة بطرحة اقتراح وسيتم العمل به أن تمكن حكومة الوفاق الوطني في الأسبوع الأول بعد مضي أسبوع على تمكين حكومة الوفاق من كافة المؤسسات يُعقد لقاء ما بين حركتين فتح وحماس بالقاهرة وأن يتم البحث في كيفية آلية تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وبرعاية مصرية على أن يعقب هذا الاجتماع وهذا الاتفاق اتفاق لكافة أو اجتماع موسع حيامحور مهمة جدا حضرتك لكافة الفلسطينية وتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة آلية التنفيذ مع جمهورية مصر العربية باعتبار مصر ستكون هي الضامن الأساسي وهي التي لديها القدرة على الطرفان وليس على طرف واحد الخوف أو التخوف الذي يثار والذي كنا نتحدث به في أي لحظة معينة هل ستكون هناك ارتهالات أو ضغوط خارجية قد تقل بالطاولة سمحي أتحول بهذه الضغوط الخارجية وطبعا نخص بذكر الجانب الإسرائيلي وأيضا المواقف المرتقبة من قبل الولايات المتحدة حاريك بتشاهد لا وطبعا مستوى الإقليمي هيبقى فيه طبعا مواقف ثلاث دول مهمة إسرائيل، تركيا، إيران وهي الأطراف المؤسرة في المعادلة الفلسطينية الداخلية وبالتالي عليك أن تتوقعي أنه ستكون هناك ردود فعل بصورة أو بأخرى من هذه الدول مع الفارق في الهدف الاستراتيجي كل ما يطرح من مخاوف هي مخاوف مشروعة بطبيعة الحال وحتاخد بعض الوقت وربما إحنا بنتكلم على اتفاقية إطار بمعنى أنه الالتزامات من قبل كل طرف مهمة لكن بعد قليل ستحتاج إلى بروتوكول تنفيذ شاشة مرحلة وطبعا فيه خطة مهمة قوي يجب الإشارة إليها أن نفتح لديها خطة لإدارة القطاع ودي كانت خطة موضوعة منذ عدة أشر فبالتالي فيش مشكلة في هذا هتبقى مشكلة متعلقة بجانب حركة حماس لكن مش هنخش في تفاصيل هنبدأ إيه لأنه عشان تواحد الأجهزة الإدارية والعسكرية ده عايزة وقت طويل جدا يعني عشان برضو تبقى الأمور واضحة محتاجة وقت كتير أنت تدمج الأجهزة وتغير العقائد الفكرية والفكر مشترك وما إلى ذلك النقطة الثانية هو دخول أطراف الإقليمية على الخط لأنه طبعا لكل طرف استقواءه بأطراف خارجية وبطبيعة الحال ده حيمتد فيه مراحل التنفيذ يعني أنت محتاجة على الأقل من 6 شهر إلى سنة عشان تنفيذي على الأقل اتفاق القاهرة تفاصيله كلها إذا استمرت الأمور الإقليمية على ما هي عليها طيب فيه سؤال مشروع يجب الانتباه إليه هل ده هيعطل الإجراءات اللي بيقوم بها الرئيس أبو ماذ من وقف الأم المتحدة وحتسمعي كلمته وبيتكلم على أن احنا عايزين عضوية كاملة وعايزين حركة في المجتمع الدولي ومحتاجين نبدأ مفاوضات جدا كلما ضاع الوقت في التفاصيل بيتكلم فيها على المستوى الداخلي هيبقى لينا إعكاس سلبي طبعا ما يسحبش البوصات طبعا طبعا لأنه في الآخر زيان بقول حضرتك الإسرائيل التي تحدث عن أن الرئيس أبو ماذ النصفة شريك هتبقى عندها هذه النقطة الأمر الثاني الجانب الأمريكي ستزرع بأنه أن هناك طرفين للتفاوض وأن الطرفين للتفاوض غير المطرحين أن تتعامل معهم بصورة كبيرة في نقطة أهم من هذا هو اتفاقية الإطار الضمة ما بين اللي هي فتح وحماس وكل الفصائل الأطياب الفلسطينية وأن احنا نعمل ده من خلال ما ظلت منظمة تحليل فلسطينية لكن هل حماس ستقبل بهذا الإطار هي أن عرضها هي القضية مش محاسسة فقط أن أنت حضرتك بتشاركي لما شراكة في نمط الحكم شراكة في نمط الحكم يعني ليس فقط توحيد أجهزة إدارية وعسكرية لأن كلمة على إجراءات أمنية على الأرض ستتتخذ لبعض الوقت إذا قامت إسرائيل بخلقة زرائع تمام ومحاولة جس نبض حركة حماس في التعامل مع المشهد طبعا تكريس يسر الأمر الواقع هدف إسرائيلي نجب أن نتطفق عليه جميعا أن بقاء الوضع بهذه الصورة شيء يغضب إسرائيل ويكفي أن إسرائيل في مراحل معينة تجاوبت مع فكرة طرح الفيدرالية في قطاع غزة والفيدرالية ليست فكرة الدولة الوحيدة وليست الدولة ولكن التعامل مع الأرض الواقع إذن في متغيرات ستطرح نفسها لأن الجانب الفلسطيني طبيعة الحال لا يعمل بمنفرد في هذا الإطار الدور المصري هو دور ضامن لكن دور مختلف تماما عن المراحل السابقة هناك إرادة سياسية وهناك توجيه مباشر من القيادة السياسية بإنجاح المفاوضات طالما هناك تجاوب من قبل الأطراف المعنية وحتضطر القاهرة في لحظات معينة أن تعلن من هو الذي سيفش الاتفاعل في مراحل معينة كنا نتبع يعني أنصاف الخيارات منعا للصدامات المختلفة لأن هناك أطراف أخرى في المعادلة الفلسطينية تسعى إلى أيضا تقريب وجهات النظر زي حركة الجهاد الفلسطين ولها علاقات جيدة بمصر وفي ترتيب لإجراءات كثيرة قامت بها في الفترة الأخيرة لكن القاهرة يعني صبر القاهرة مستمر وناز بزل وجود أنا عايزة أحريف جزئية دي دكتور طارق أهمية مواصلة مصر للدورها في احتضان ورعاية القضية الفلسطينية مش بس حتى الكلام الحقيقة الدارج لأن فيه كتير بيشوفوا بشكل أعمق أن مصر تواصل هذا الدور مهم جدا أنه بيقطع الطريق على أن ينبري في المشهد يعني أطراف غير مأمونة النواية وغير محمودة التدخل في هذا شوفي أنا مضطرة أقول هذا الكلام وأنا مصري لكن أعني ما أقول في وجود دكتور جهاد يعني في جزء من ده أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ليست لها مصالح مباشرة في الملف الفلسطيني ومصر الدولة العربية الوحيدة التي لم تتلوس أي مصري في الدماء الفلسطيني موقفها منزه يعني الموقف واضح ومباشر مع احترامي وتقديري لمن دخل وخرق في الملف الفلسطيني تلوست دماؤها وأيديهم ولا داعي لذكر التفاصيل لشناس منزعلش لكن في الآخر هي الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة وهذا من جمال عبد الناصر إلى الرئيسي فما عندنا مش مشكلة في هذا الإطار لك عندنا نقطة مهمة أوي احنا بنوذكر ان الجانب الفلسطيني حينما ذهب إلى الدوحة وحينما ذهب إلى تركيا وذهب من ذهب تمام ومن قبل إلى اتفاقيات في السعودية وتفاصيل كثيرة في عواصم عربية وأجنبية وغيرها بقيت القاهرة ترحب بإجراء أي حوار في القاهرة وقلنا دائما الرئيس أبو مازن وكل القادات الفلسطينية أن باب القاهرة مفتوح للجميع من يريد أن يأتي في القاهرة تستطيع أن تجري حوارات في أي توقيت وبصورة كبيرة الناس في الأجهزة المصرية بيبشروا دور خرافي ربما الإعلام ما بيديش للناس حقاها لكن للأمانة جهد متراكم وجهد خرافي ويمكن أشكال فلسطيني دكتور جهاد يعلم هذا جيدا الناس بتبزل مجود كبير جدا من أجل تقريب وجهات النظر وهناك حرص وطني مصري كبير للوصول بالقضية الفلسطينية إلى بر الأمان لكن في نقطة مهمة لابد أن تكون الإرادة السياسية حضرتك نابعة من فتح وحماس يعني صحيح أن مصر دورها كبير والناس بتبزل مجهود زي ما بقول لحضرتي الخرافي لا يصل للناس وجهده متراكم منذ سنوات وفيه جزء منه وتفاصيل كثيرة لا يعلمها كثيرين هذا الأمر مرتبط أيضا بالطرف الآخر من المعادلة وهو فتح وحماس ليه مصر تحركت تجاه حركة حماس في مراحل معينة وحاولت تقرب وجهات النظر وتقدم تسلات وتعمل ليس مناكفة في أي طيار مشان أمور تبقى واضحة وليس في محاولة لنقل رسائل إلى أي طرف فلسطيني مصر تجمع ولا تفرق العبارة الإنشائية اللي احنا بنقولها دي مش بنقولها إن احنا كمصريين احنا مدركين بنعمل إيه ومدركين مصر بتخطط إزاي وإحنا عايزين نصل بالقضية الفلسطينية إلى بر الأمان في نقطة مهمة قوي رئيس أبو مازن حينما التقى اليوم به الرئيس السيسي في لقاء بكرة هيبقى مع جلالة الملك عبدالله في ترتيبات بتجرع على مستوى الثلاث زول وحيبقى مع الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال وأنا أتوقع إنه كلمة سيد الرئيس هتبقى على أول رأس الأولاد كما جرى في الجمعية العام العام الماضي هي القضية الفلسطينية يعني إحنا بنتحرك مع هذا برغم القضايا الإقليم الأخرى الشائكة بيمكن أنا كنت بأشير للدكتور جهاد قبل ما ندخل الهوى المفاوضات على المسألة اللي بيها موجودة في مصر لكن الناس ما حسستش بيها وبرضو الدولة المصرية بتبزي المجهود كبير جدا بس تبقى القضايا الفلسطينية هي القضايا الرئيسية اللي احنا بنتحرك فيها في شعب محاصر في قطاع جزة بنقدر إنه تلاميذنا وولادنا فيه الجماعات لازم يخشوا يطلعوا حالات إنسانية مريرة يعني فيه أمور يجب أن نحرك المهى الراقضة في هذا الملف الفلسطيني لازم الفصائل تساعد مصر بهذا الأمر مش عايزين تعنت ومش عايزين نحن نقفز على أمور أخرى لأنه الجميع لعب الملف الفلسطيني وظفوا الإيرانيين وظفوا هذا الملف الحسابات كثيرة أنت تعلمي إنه مش عايزة تقرر بقى الكلام إحنا قلناه حركة حماسة ما راحوا في حسن روحاني في حفل التنصيب جرى ما جرى في تركيا التفاصيل الخاصة إحنا مصر ليس لدي تحفظ على أي طرف يدخل في هذا الملف الفلسطيني شريطة أن يجمع ولا يفرق هذا الشعب الفلسطيني دائما للأسف بيخشى دكتور جهاد من الأطراف الخارجية اللي بتسعى أن هي تؤجج الصراعات وبسعيدها في كده يعني ضعف البيت من الداخل يعني لو حنسحب على ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وبالتأكيد يعني لما بيكون فيه مؤشرات إيجابية على قرب التواصل إلى مصالحة واتفاق حقيقي يخرج يعني فلسطين من النفق المظلم ده بيكون أمر مزعج ومستفز لهذه الأطراف الخارجية إزاي ممكن يقطع الطريق وهل في كل في ضوء الحراج ده والعقبات في نفس الوقت الحديث عن خيار الانتخابات الرئاسية والتشريعية هل الحراج بتشوفه سابق لأوانه؟ محوارين يعني أرجونا سريع لا أنا أبدأ من حيث انتهيتي قضية الانتخابات هي حق دستوري وحق قانوني لكل مواطن فلسطيني اللي لا يستطيع أحد مصادرت هذا الحق صدر هذا الحق منذ عام 2010 حتى يومنا هذا لأن آخر الانتخابات التشريعية كانت عام 2006 وكان المفروض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2010 إلا أن هذا الحق صدر نتيجة الانقسام الفلسطيني ولا يجوز مصادرة إرادة الشعوب في اختيار من يمثلها لذلك قضية الانتخابات يجب أن تكون ويجب الأداد إليها وقبل ذلك يجب أن نهيئ الأمر للانتخابات نحن نقول والرئيس الفلسطيني وحركة فتح تحدثت صراح نحن نريد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وليكن هناك إشرافا عربيا وإشرافا دوليا ومن قبل مصر ومن قبل جمال الدول العربية لا مناع لدينا هي التي تشرف على عملية الانتخابات ومن يختار الشعب يتفضل لاستلام زمام المبادرة لذلك نحن نقول بأننا نريد إنهاء الانقسام نريد أن نمكن حكومة الوفق لكي تعمل على التحضير لانتخابات التشريعية ورئاسية ومن ثم نذهب إلى هذه الانتخابات وتشكل لا نقول أعلى أن بعد الانتخابات من يفوز كمان إذا فازت حركة فتح لدينا استراتيجية ولدينا موقف ثابت يجب أن يشارك الكل الفلسطيني في الحكومة لأن هذه الحكومة تقود كل الشعب الفلسطيني ولا تقود أبناء حركة فتح وهذا أمر ثابت لدينا ونقول نحن نقبل بشراكة الجميع ولا نقبل بأن يخرج أي فلسطيني من المشهد سواء السياسي الجزء الأول من السؤال دكتور جادئي لأي مدى تراهن على تنامي الوعي الفلسطيني وعي الفصائل الفلسطينية بأن تشكل حائط صد يقف أمام أية محاولات من الأطراف الخارجية لإحداث صد في هذا التوافق وهذه المصالحة أولا يجب أن يكون هناك أعلان لشأن أو المصلحة الوطنية الفلسطينية وأن تقدم على المصالح الحزبية هذا الأمر سيقطع دابر كل التدخلات الخارجية والارتهانات الخارجية ومن أجندته خارجية فهو خارج الوطن ولا علاقة له بالوطن فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي كما تفضل دكتور طارق الجانب الإسرائيلي لازال يراهن على استمرار الانقسام والتقارير الاستخباراتية الإسرائيلية ما صدر عن المسادة وما صدر عن الشبات وعنقية الجيش الحرب الإسرائيلي تتحدث بأنه يجب الحفاظ على حكم حماس في قطاع غزة لأن الحدود مع قطاع غزة لم تشهد حالة تدوك كما شهدتها في فترة عائد حماس بالإضافة إلى الجانب السياسي بأن لا يوجد شريك فلسطيني يسيطر أو يتحدث باسم الفلسطينيين وهذا يدعو أو يساعد نتنى في التهرب من أي التزامات قد تفرض عليه أو أي حوارات جديدة هذا الأمر الجميع مدرك ولكن عندما تتحدث أو تدخل أطراف إقليمية منها كما نقول علانة وصراحة عندما تتدخل إيران وعندما تتدخل تركيا وعندما تتدخل قطر الدوحة في الملف الفلسطيني الملف الفلسطيني عطل برغم كل الاتفاقات التي وقعت مقابل ماذا؟ مقابل حفنة من الأموال أو مقابل مجموعة من المساعدات التي تقدم لفصيل وهنا يجب أن يكون إدراك لهذه الفصلة ولهذه الأحزاب بأن تلك المنفعة ستنتهي في لحظة ملاحظة والحياة كمانا أخيرا وأخذ تعقيب أخيرا حالك الدكتور طارق يعني عربيا ودوليا وإشارة واجبة إلى الإرهاب واللي وصله الكثير بيعزيه إلى عدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذه جزئية أخرى في انكشاف الأقنعة لهذه الدول التي تمارس الدعم للإرهاب مع تكشف يوم بعد يوم أدلة دامغة على تورد دول بعينها في كثير من القلاق وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة العربية لأي مدى ده ممكن يخدم الأولويات والصالح الفلسطيني شوفي احنا عندنا قناعة في مصر احنا القضية الفلسطينية عدم حلها بيحدث حالة من عدم الاستقرار في المنظومة الإقليمية والدولية إذا استمرت الأمور بهذه الصورة فتوقعي لأنه في جزء منه إسرائيل تروج إلى أنه ليست هي سبب الإرهاب وأنه الآن سبب الإرهاب هو استمرار التنظيمات الإرهابية وجيوش الكطاع الخاصة وما لذلك مصر ترى أنه عدم حل القضية الفلسطينية وإذا ما ذكروا سيد الرئيس أكثر من مرة أنه عدم حل القضية الفلسطينية يعطي الفرصة بصورة أو بأخرى لعدم الاستقرار في المنطقة رؤية مصر في هذا نحن إعادة تدوير القضية الفلسطينية وتقدمها للوجهة الدولية بيتطلب جهود مباشرة تجاه ما جرى الجزء منه مرتبط بالمفاوضات الجارية في القاهرة والأيام الأخيرة وجزء منه يحدث الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنه مطلوب أن يكون فيه حركة تجاه المجتمع الدولي وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة الأمريكية أذكر حضرتك هذا الرئيس الأمريكي الذي حل بالبيت الأبيض لم ينجح في إجراء اتصال أو لقاء مباشر بين الفعاليات المختلفة واكتفى بشاب لسهاوي مبعوث للسلام يقرأ خريطة إسرائيل العرب الإسرائيلي وأظن أنه لا يعلم خريطة إسرائيل أو فلسطين على الخريطة فجزء من هذا لنقل رسالة إلى الإدارة الأمريكية جاء المبعوث الأمريكي هو وفد أمريكي كبير بالمسبة ينظر عن السلام الاقتصادي السلام الاقتصادي يكلمك على العيش معا اتفاقيات مياه واتفاقيات كذا يا سيدي نحن نريد سلام سياسي نريد أن تقبره إسرائيل على الجلوس على مائدة مفاوضات إذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بدورها فلا يمكن هنا أن نتزرع نقول نقدر نحل القضية الفلسطينية لأنه هناك مشكلة كبيرة عدم حل القضية الفلسطينية سيحدث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لن تهدأ المنطقة مشروع تهويد القدس لأشارعي الدكتور جهاد غاية في الخطورة في جزء الضغربي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا التوقيت لكن في النهاية نحن نتعامل مع القضية الفلسطينية هم مصري وقضية عربية قومية بالمقام الأول اسمح لي أخطة بهذه الجملة وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طريق فاهمي أستاذ العلوم السياسي شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك وجزيلا شكرا أيضا للقياد بحركة فتحة دكتور جهاد الحرسي شكرا لحضرتك أشكركم جزيلا الكرام ختم القرام حضرتك من نهاردة في ميناء قاهرة بعد قليل ساعة إخبارية شاملة تتابعونها على شاشة قناة من الأخبار شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة